اسم النعم مرسود يا همرا وضويا نتابع عمل كافة المؤسسات والقطاعات حسب مواسمها والتي تختلف من قطاع إلى آخر لكل جهة مواسم وذروة عمل في الجامعات من المعروف بأن الامتحانات تشكل دائما أهم محطة من محطات السنة الجامعية والعام الدراسي سنكون مع سير الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني وقد بدأت منذ منتصف الشهر الماضي تقريبا وهذا هي مستمرة حتى منتصف الشهر الجاري وقد تخللتها عطلة العيد وبالمناسبة نقول لكم أيضا كل عام وأنتم بخير فماذا عن سير الامتحانات كيف بدأت وكيف الآن تستأنف سيرها هذا هو موضوع حلقتنا اليوم وإلى افتتاحية عمرها بالعلم والمعرفة تبنى الأوطان بالعلاقة المتميزة ما بين المعطي والمتلقي نصل لحركة التأثير والتأثر والتي قد تخلص إلى منظومة تعليمية متطورة وبالتالي إلى خريجين من اختصاصات مختلفة يتمتعون بعقل نير نستطيع البناء عليه الآن وكما في الأعوام السابقة بدأت الامتحانات الجامعية وبدأت معها التحطيرات والإجراءات التي تقوم بها الجامعة وبالتالي تحضير الطالب للمواد التي سيمتحن بها وكل حسب عدد مواده في كل فرع مع الحمل أو المستجدين وحالات كثيرة أخرى كل هذه التحضيرات مع ما يطارد الطالب من صعوبات وهموم ربما يكون أبرزها غياب بعض المقرارات والاعتماد على النوات الجامعية وطريقة الامتحان بينما هو مؤتبت أو تحريري مع علامات العمل وحلقات البحث وإصدار النتائج وغير ذلك فماذا عن سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني؟ وماذا أمنت الجامعة بما تتطلبه هذه الامتحانات وتحديدا أمام الأعداد المتزايدة والتنوعات في الاختصاصات؟ فكيف تؤمن جامعة تشرين كل مستلزمات العملية الامتحانية والمتطلبات الإدارية التي تحقق سير العملية الامتحانية بنجاح؟ وماذا عن هذه الإجراءات؟ ما هو الجديد لدى الجامعة لهذا العام؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم للإضاءة على سير العملية الامتحانية في جامعة تشرين والتي كما قلنا بدأت منتصف الشهر الماضي وهي مستمرة حتى منتصف هذا الشهر نستضيف الأستاذ إبراهيم الصوء الأمين المساعد لشؤون الطلاب وأيضا للتعليم المفتوح أهلا ومرحبا أستاذ إبراهيم كل عام وأنتم بخير شكرا لكم كل عام وأنتم بخير وطلابنا الأعزاب بخير أهلا وسهلا فيك يعني لجامعة تشرين دائما مواسم وهي على مدار العام ونشغل بشؤون الطلاب بكافة الحالات والمراحل يعني ما أنتنته من المستجدين والتسجيل الجامعي حتى تبدأ الامتحانات ولكن للفصل الثاني خصوصية غالبا بيكون الطالب تقريبا بيّن معه يعني شو هو بائله من مواد العملية امتحانية أو العملية التعليمية كلها والجامعية تكون سارت إلى الأمام نحو الفصل الثاني توضع دائما آليات عمل للامتحانات تضعها الجامعة وفق المتغيرات وفق ما هو جديد ووفق أيضا حاجات الطلاب ماذا عن آلية الامتحان للفصل الدراسي الثاني؟ طبعا قابل بداية كل دورة امتحانية يطم وضع البرامج الامتحانية بفترة مبكرة أو بوقت كافة توضع البرامج الامتحانية وتوضع في لوحات الأعلانات بالطلاب اللي أيضا هذه البرامج الامتحانية توضع بالتعاون بين إدارة الكليات وممثلي الطلاب في الكليات وعلى هذا الأساس يتم التخضير للامتحانات طبعا تجهيز القاعات الدفاتر الامتحاني توزع على الكليات حسب الحاجي القرطاصي تأمين رؤساء القاعات طبعا بيكونوا من السادة أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات وأعضاء الهيئة الفنية ومناء السر من العاملين في الكليات من الفئة الأولى والثانية والمراقبين أيضا من طلاب الدراسات الأولية وموظفي الجامعة نعم طبعا هذا يعني مصبح عمل الجامعة اللي صار فيه تقاليد وفي خبرة كتير كبيرة لكن نحن لما نقول متغيرات أحيانا الأعداد المتزايدة من طلابنا نحن الظروف العام المرفية ومن تقريبا بداية الأزمة منعرف قديش جامعة تشرين يعني شكلت الأزمة الضغط عليها من حيث الأعداد المتزايدة يعني نحن هلا إذا طلعنا على أعداد طلاب جامعة تشرين المتحنين وأيضا بالنسبة للأعداد الطلاب الوافدين هي أعداد كبيرة أول شي ريت حطنا بصورة عدد الطلاب المتقدمين لهذه الانتحانات طبعا عدد طلاب جامعة تشرين بما فيهم الطلاب المستضافين 147 ألف طالب 130 ألف طالب طلاب جامعة تشرين و17 ألف طالب مستضاف من جامعتي حلب والفرات دير الزور طبعا نحن نتيجة الظروف اللي عم تمر في البلد استضفنا أبناء الطلاب من الجامعات التانية التي محافظات التعرض لأزمين وما يطبق على طلابنا يطبق عليهم وتسهل لهم كل الأمور من حيث السكان وأيضا تسهيرات الأمور الإدارية للطلاب والتسجيل وكل ما يتعلق بأوضاع الطلاب مثل أي طالب في جامعة تشرين تقدم لهم كل الخدمات التي تقدم لطلابنا في جامعة تشرين إذن 147 ألف طالب 130 طلاب جامعة تشرين و17 ألف طالب مستضافين من جامعتي حلب والفرات أعداد كثير كبيرة يعني والحقيقة هون أنتو كجامعة طبعا بشكل عامل ضغط ورغم ذلك يعني عم تبزل كل الجهود من أجل تأمين كافة الخدمات ألون وما في أي مشكلة بهذا الموضوع طبعا نحن من نوه لمشاهدين إذا في أسئلة أو مداخلات يحبوا يشاركوا فيها على رقم الهاتف 429 متين وعنوان حلقتنا عن سير الامتحانات الجامعية وكل ما يتعلق حاليا بموضوع الامتحانات الجامعية نحن منعرف استاذ إبراهيم أنه في كل عام دائما هناك إما مرسوم أو منحة ما تقدم لطلبتنا اللي دفع يعني عجلة هذه الامتحانات لألا يعني يقع طالب تحت تأثير تقصير معين أو حسب الظروف نحن كل سنة كان فيه عم تصدر من سنوات لليوم دورات إضافية مرسوم للمستنفذين يعني بقدر الإمكان عم تتم مساعدة الطالب لاجتياز الامتحان أو حتى اللي لا يقف تعليمه العالي في الجامعة ماذا عن هذه المراسيم وإلى أي حد دفعت فعلا بالعملية التعليمية في الجامعة طبعا طيلة سنوات الأزمة أتت هذه الدورات الإضافية للطلاب طبعا هاي مساعدة للطلاب اللي قصروا نتيجة ظرف ما أو نتيجة وضع اجتماعي أو وضع إنساني أو وضع يتعلق بسكن الطالب كل سنة عم تجي دورة والطلاب عم يستفيدوا مننا يعني فيه فائد من هذه الدورة ممكن طلاب كتير قصروا نتيجة الأزمة فبيستفيدوا من هذه الدورة طبعا العام الماضي صدر مرسوم جمهوري ومنح الطلاب دورتين استثنائيتين الدورة الفصلية الأولى والدورة الفصلية التانية يعني عام دراسي عام دراسي كامل وهذه ميز كبير لأبناءنا الطلاب مفروض يستفيدوا مننا بحيث يكون تحصيل الألم جيد وما يوقعوا بالخطأ اللي يوقعوا فيه سابقا إذا كانوا في تقصير دراسي نعم يعني أنه فرصة أنه جوز يقصروا لأسباب إما دراسية أو لأسباب خاصة يعني سنة كاملة لمستنفذ كانوا عادة تمنح دورة دورة واحدة وهي دورة إضافية تأتي في نهاية العام يعني ما بيكون الطالب عنده هالوقت الكافي للتحصيل الألمي أو للدراسي من جديد لكن هون عندما يمنح الطالب عام دراسي كامل فصل أول وفصل ثاني معه فترة زمنية كافية من أجل التحصيل الألمي وتسويط وضعه نعم أيضا بالإشارة لموضوع المستنفذين طالما يعني فتنا بهذا المحور الطالب المستنفذ مثلا سنة أولى أو ثانية مجرد مستفاد من هذا المرسوم مؤدم بإمكانه بأي يكمل سنواته كطالب عاجل مجرد ما استفاد من المرسوم بأي يعتبر مستنفذ مجرد ما تغير وضعه وترفع في العامل الذي يليه يكون طالب مستجد في سنته بطلق أي طالب مستجد يكمل ويسجل بشكل سنوي يسجل بشكل طبيعي وفق الخطة الدرسية كأنه أصبح طالب مستجد يعني نحن نأكد أنه دائما كل هذه المراسيم تأتي خدمة فعلا للطالب وهي منحة حقيقية هذا بالإضافة للدورة الثالثة التي كانت تضاف لا نعرف السنة أيضا هي مرسومة هذه الدورة الثالثة هي دائما تأتي مرسوم مرسوم جمهوري مكرمي من السيد الرئيس للأبناء الطلاب لكن في عنا نحن دورة تكملية لطلاب التخرج السنة الأخيرة هي موجودة بشكل دائم لكن الدورة الإضافة في كل عام فهي عبارة عن مطلب طلابي وهذا المطلب في كل عام يأتي نعم وخاصة في هذه الظروف لنتحدث عن امتحاناتنا اليوم التي هي مثل ما قلنا بدأت تقريبا ب13 شهر الماضي 13 شهر الماضي مستمر حسب الكليات مستمر تنتهي الكليات آخر الكليات الأسنان والزراعة ب23 سبعة وفي بعض الكليات ب13 وبين 15 فترة طويلة فترة طويلة هي أتت عطلة عيد الفطر ضمن الامتحانات فاضطرنا في هذه الحال تنديد الامتحانات بحيث ميروا على الطالب فرصة دراسية والله منيح كمان حتى في منهم يعني الشاطر بقدر يدرس بالعيد يعني أو بيكون استفاد عطلي طويلي وكانت كثير مناسب نعم الآن يتقدم عم تقول حضرتك يعني حوالي 147 ألف حسب يعني طبعا هذا العدد الموجود على الورق بس بعدين منشوف هؤلاء الطلاب يعني كلهم من المفروض أنه نكونوا هنا بالفصل الدراسي الأول طلعوا على كل نتائجهم نعرفوا كل واحد أدي حامل هلأ كان تعطردنا مشاكل أنه أحيانا طلاب لوقت متأخر ما يعرفوا إذا هنحاملين هالمادة ولا لا اليوم سرعة التنتيج عم تخلي الطالب يكون على علم بالعدد المواد اللي بده يتقدم له هلأ هي سرعة إصدار النتائج إلا دور إيجابي طبعا مدرس لمقرر معه شهر كامل من تاريخ انتحان المقرر معه شهر للتصحيح ضمن هذه المادة يجب أن يقدم النتائجة أحيانا المادة إذا كانت مؤتمتي تصدر بسرعة النتائجة لكن إذا كانت الأسئلة مقالية بد وقت خاصة الكليات لأعضاب طلابها كبيرة الكليات لأداب على سبيل المثال أعضاب طلاب بين الأربعين والخمسة وأربعين ألف طالب جامعة بكاملة تمام وكل أسئلة مقالية تحريرية فهذا الموضوع أحيانا بيأسر ونلاحظ المدرس بيدرس أكتر من مقرر يعني بيكون أحيانا بالصف الواحد يتجاوز الألف طالب وبيدرس أكتر من مقرر هذا بشكل عام الضغط وأحيانا بتأخر المدرس هو أكتر الشيء لحقينا نحن بتجينا يعني التساؤلات من الطلاب أنه خاصة بالأداب أنه أحيانا بيتقدم يعني بيجي الفحص الثاني وهنا إسا ما طلعت نتيجة بعض المواد هون الطالب بيقع بحيرة مثلا بجوز ما حضر للمادة منيح بيعرف حاله بيتقدم لأولاء هذا الوضع ممكن يأسر على الطالب لكن نحن كجامعة كإدارة حريصين على أن تصدر النتائج في أوقات المحددة والجامعة إدارة الجامعة عن التابع هذه الأمور خطوة خطوة حيث ما يصير أي تأخير بإصدار النتائج نعم بدأت الامتحانات ب13 شهر الماضي يعني تقريبا معظم الكليات وكل الجامعة مع طلاب الوافدين أيضا رح نشوف أول استطلاع الذي رصد سير الامتحانات يعني بالأسبوع الأول تقريبا من بدء الامتحانات نشوف هاي الأجواء يعني من حيث الطلاب وأيضا الأساتذ المشرفين على العملية الامتحانية ثم نعود لمتابعة الحوار فنتابع مع زمينة نافذة عيسى يتم التحضير للامتحانات في كل الفصل الدراسي قبل فترة كافية نبدأ قبل حوالي شهر إلى 20 يوم من تجهيز كل المستلزمات العملية الامتحانية من أوراق امتحانية من تشكيل لجان مسؤولي عن سير العملية الامتحانية وبالتالي يتم قبل أسبوع من بدء الامتحانات بتنظيف القاعات وترقيم المقاعد لوضع أرقام جلوس محددة لكل طالب من طلابنا وقبل بدء كل مادة يتم إعلان القوائم الإسمية مع رقم الجلوس لكل طالب ولا يحتاج إلى أي جهد فيأتي إلى القاعة وكل قاعة يخصص لها رئيس قاعة أمين سير امتحانات وأمين سير قاعة وأيضا من 2 إلى 3 مراقبين حسب عدد الطلاب الموجودين في كل قاعة الهدف الرئيس من كل هذه الإجراءات والتنظيم هو لتهيئ وتأمين الجو الملائم لطالبنا الذي يعتبر هو أبنا بالنسبة لأننا الطالب هو أولادنا كلياتهم طلابنا فمنها يؤلن الجو الملائم والهدوء لكي يستطيعوا أن يعبروا عن معلوماتهم من خلال الأسئلة الامتحانية والدفاة الامتحانية الصعوبات التي تتواجهها هي ضمن أي إطار ومستوى الإقبال على الامتحان كيف شفتوا له الآن؟ طبعا هذه هي حقيقة مشكلة ليست في كليات الزراعة وإنما على مستوى الجامعة أعتقد أن الإقبال على الامتحانات منخفض يعني بمعنى آخر أن حوالي 50 إلى 60% في معظم المواد يتم المشاركة فيها من قبل أبناءنا الطلبة والنسبة الأخرى قد لا تشارك رياضيات حاملت أنفصل أولا صعب كثير أنفصل أولا أسئلة الضمئة هي موجودة ضمن مضاق المنهاج تبعيك أو لا؟ أكيد أنه ضمن المنهاج بس وأنه شاملي لكل منهاج وشارحينا كل شيء بس صعب مع أنه هي ثاني مرة متأدمية صح وأنه دارست منيح بس ما بعرف عاستها هيك مع قضينا شوي الوقت كافي؟ طبعا كافي الوقت كافي بالامتحان المؤتمت؟ كتير يعني بس أبدا وقت والمادة سهلة أو صعبة؟ هيك و هيك شوي صعبة بس أبدا يعني بدا وقت سهل التعامل مع النظام المؤتمت بالامتحانات؟ هي سهل كتير ما في أي مشكلة والأسئلة سهلة أو صعبة؟ عادة سهلة ما في السهولة أكثر نصوبة يعني إلى حد ما يعني بعض الأجواء في معنى بعدين استطلاع تاني مسهلا يمكن هي كليات الزراعة مثلا يعني حسب الأستطلاع أنه بعض طلاب لك الأسئلة صعبة لبعضي ولو الأسئلة سهلة يعني مجد لحسب دراستهم بس نحنا بالنهاية في أسئلة بدأت تكون هي مدروسة يعني بشكل عام لكافة المستويات ألا نحن بدنا نشوف مدى التزام الطالب بالخضور خلال العام ما أستاذه أي نحن ناحية الثانية الأسئلة عم تكون من ضمن المنهاج المقرر وتصور الطالب اللي خضران خلال العام بيكون مغطى مفروض أستاذ المقرر يراعي مستويات الطلاب نحن ما كل الطلاب مستوى واحد في الجيد في الوسط في الضعيف مفروض بأسئلته يراعي مستويات الطلاب وهذا يعني المدرس مفروض يعتبر كل طالب بمثابته بنقوله تمام بس نحن أستاذ دايما منقولنا يعني نحن بمستوى تعليم عالي اليوم مع انتشار وسائل الاتصال وقدرة الطالب على الوصول إلى كل المراجع يعني بالضبط أصبح هناك ميل يعني من حتى يعني أستاذ الجامعة لأن يصبح هذا طالب باحث يعني ممكن صحفي مقرر لكن هو يترك له مجال أيضا للبحث إلى أي حد موجودة هاي الروح وهي ممكن تختلف أيضا من طالب إلى آخر يعني اليوم صحفي مقرر بس كمان مطلوب من الطالب أن يطلع خارج المنهاج طبعا هذا يتوقف على مدرس المقرر مدرس المقرر له حق يطلب مراجع من الطلاب ويتابعوا بالأبحاث اللي هني بتكون اللي هي ضمن اختصاصا وفيه عندنا مكتبات وفيه كتب متوفرة يعني بإمكانه الطالب يطلع على أي شيء بده ضمن الجامعة بتوقف على مدى نشاط الطالب عملية البحث والتوسع في الاطلاع على الأمور العلمية اللي بتخصي دراسته نعم يعني نحن باتجاه هاي الانفتاح يعني على العلم دائما وعلى العلوم كافة للبحث لترك مجال من البحث وبالتالي يعني هناك معاناة أحيانا من بعض طلابنا هو غياب المقرر الجامعي أو الكتاب الجامعي ممكن بيكتفوا إما بما يعني يقدموا الدكتور الجامعي أثناء المحاضرات وبالتالي ممكن فيه نواة جامعية وملخصات وإلاك شيء عم بتتقزم هاي العملية التعليمية اللي هي مفروض تكون مفتحة على فضاءات البحث والاطلاع خارج حتى المقرر هلأ نحن فيما يتعلق بالتعليم بالنسبة للطالب بالأساس هو كتاب المقرر طالما فيه مقرر وفيه خطة درسية بالخطة الدرسية كتاب فالأستاذ في هيك حالة بيتوسع وفق ما هو مسموح ضمن المقرر ووفق ما هو متوفر أيضا للطالب يعني أنا ما فيني كأي مدرس ما فينو يطالب الطالب بيأبحث ما أنا موجود بمقتنيات الكتب الموجودة بالجامع نعم يعني بيتمد على الكتاب الجامعي والمقرر الجامعي طبعا الكتاب الجامعي هو الأساس المقرر هو الأساس لأنه في خطة درسية موضوعة مع افتتاح كل فرع أو كل اختصاص برأيك أستاذ طالب الجامعي يعتمد على الكتاب ولا على النوطة اللي عن المكتبات اللي هي هي أصبحت ظاهرة هي وجهها الظاهر كتير سلبي بس بالأخير هي عم تكون جزء عامل مساعد لطلابنا أو في شيء حالي طغت على الكتاب الجامعي هلا هو مثل ما حكينا الكتاب هو الأساس لكن هذه الظاهرة السلبي موجودة بالمكتبات وأنا في إحدى السنوات طلعت على المكتبات وشفت هذه الظواهر وأغلقنا عدة مكتبات محازي لسور الجامع نتيجة هذه الظواهر السلبي لكن بيبقى الكتاب هو الأساس ونحن يعني من نشوف المدرس المقرر مفروض يكون اعتماده على المنهاج المقرر للمادي هي هو الأساس نعم إذن يعني دائما التزام الطلاب بالمقررات هلأ كمان في إحدى النقاط اللي شوي بعن بعانوا منا طلابنا يعني حتى بفترة حاليا بالامتحانات أنه خاصة طبعا للكليات العلمية الزيراء على الهندسات الطب وبتحديدا كمان طب الأسنان نفس الشي أنهم الطلاب عم بيعانوا من مسألة الأسئلة هلأ فيه نعرف جزء منه مؤتمة بالكليات العلمية وجزء منه تحريري هلأ أكيد الطلاب هني بيحبوا هاي المزج بين العمليتين لكن غالبا ما عم بيعرف الطالب أنه هاي المادة تحريري ولا مؤتمة هون طريقة الدراسة بتختلف يعني يمجوز قبل بيوم بيقولون أنه هاي مؤتمة الطالب عم بيقع بحيرة يعني عم بيدرس دراسة إما تقليدية أو دراسة أنه هو يقدر يجاوب المؤتمة عم بيجي على الامتحان بيتفاجأ أو بقبل بيوم لا يعرف أنه هو مؤتمة عم بيصير عنده مشكلة بهذا المجال تصريحات الطلاب بهك موضوع بتصور غير دقيقة لأنه من بداية العام تحدد الكليات المقررات المؤتمة من المقررات غير المؤتمة زائد أنه ما كل المقررات ممكن تكون مؤتمة يعني أنا ما بشوف من المنطق طالب حقوق وبدو يتخرج ويصير محامي يكونوا امتحانوا مؤتمة أو طالب عم يدرس أدب عربي وبدو يشرح لك طلاب في المستقبل ويخرج أدب أجيال ممكن تكون مؤتمتي لذلك الاختصاصات العلمية اللي ممكن يكون فيها مؤتمة أمر طبيعي هذا طبيعي لكن في اختصاصات المؤتمة غير مجدفية يعني خاصة بدقوا مسكليات الطب المؤتمة فيه بس هو ليس الاعتراض على مؤتمة أو غير مؤتمة إنما على إنه عدم دراية الطالب أنه عم يدرس هالمادة ما عم يعرفوه بميدرسه بطريقة المؤتمة تصورت الصلحات الطلاب دقيقة يعني هنا مفروض يكونوا على علم وهل هي حق من حق الطالب يعرف والكلية تحدد مع بداية العام. من بداية العام تحدد. طبعاً من بداية العام تحدد الكلية ما هي المقررات المؤتمة والمقررات غير المؤتمة. لأنه هذا عائد لمدرس المقرر وعائد للكلية. وهي الميزة الحلوة بالمؤتمة أنه تصدر النتائج بسرعة. تصدر بسرعة. بيكون سهل تصحيحها على المصحح الآلي. والطالب يرتاح بهذا الموضوع. لأنه يصدر بشكل مبكر. يوجد عدد من الفروع حوالي مادتين. الطلاب صاروا على علم. هنا يريح الطالب. يعرف حاله جوز انتقل للسنة. اللي بعدها يقدر يقدم مرتاح. أو يعرف تماماً. دائماً الطالب يحب يعرف وضعه. وين هو بهذا الموقع بالامتحان. أيضاً بالنسبة لعلامات الحلقات البحث. مثلاً بالنسبة للفروع الأدبية. أو العملي لطلابنا. كيف عادةً عم تضاف وكيف تقدر هذه العلامات؟ علامة العملي هاي بيتم وضعها قبل الامتحان النظري. وبتنزل بلوحات الإعلانات وكل طالب يشوف نتيجته. يعني الكلية بتنشر النتائج. مجرد ما قدم المدرس العلامات. الكلية بتنشرها بلوحات الإعلانات وكل طالب يشوفها. بعدين بتجي الامتحانات النظرية. بعد تصحيحها بتنجي مع علامة الامتحان مع علامة العملي. نعم. كل نتيجة الطالب. في حال الطالب حمل المادي يحتفظ بمادة العملي؟ يحتفظ بمادة العملي؟ يحتفظ بمادة العملي. وإذا راد يقدمها في العامل اللي بعده يعيدها. بيقدم طلب لإدارة كليته أنه أنا بدي حسن علامتي بالعملي وعيدها. بإمكاني ويعيد العملي. أو يحتفظ بهذه العلامة. يعني حتى لو بيئت هذه المادة للتخرج سواء حلقة بحث. بالضبط. إلى أي حد برأيك الجانب العملي؟ يعني بسلا أنه عامل مساعد للطالب لينجح. ولا هي جزء من العملية التعليمية بشكل عام؟ أول شيء هي جزء من العملية التعليمية. لأنه العملي على حضور الطالب ونشاطه وحلقات البحث اللي بيقدمها. زائد أنه بتساعده للطالب. يعني إذا طالب بيتابع العملي بشكل جيد. بتكون علامته جيدة بتساعده بالامتحان النظري. بيشكي بعض الطلاب أنه بينضربوا بالعملي. يعني مثلا ممكن بيقدموا منيح. ما عم بيأخذوا العلامات اللي هني بيستحقوها. فأحيانا الدكاترة ما كتير عم بيهكب. بيعطوا علامات بالعملي. هي يعني أنه كونه عامل مساعد نوعا ما للطالب. أحيانا عم بيتفاجأوا بيتدني هاي العلامة. ما أعرف شو تعليقك. أنا ما فيني أنا قارن بين الطالب اللي بيهضر 13 لقاء خلال الفصل. وبين الطالب اللي بيهضر لقائي. هذا الموضوع بيقدرهم. إذن الحضور بالعملي مهم. والأساس أنا كيف بدي أعمل عملي وأنا ما عم أهضر. كيف بدي أعمل عملي وأنا ما عم أهضر وما عم التزم بالعملي. أنا ما فيني قارن حالي مع الطالب الحضران على مدار العام. وما عنده أي غياب والمطلوب منه عم يقدمه. إذن هون يعني متابعة الطالب. طبعا هي الأساس. هي الأساس بهذا المجال. بالنسبة للطلاب الوافدين يعني بالعودة لشؤونهم الخاصة. هنا منقدر نعرف أنه يعني الجامعة من سنوات يعني من بداية الأزمة. كيف يعني جامعة تشرين تحديدا. منقدر نقولها عم نتكادر إدارة خاص بالطلاب الوافدين. عن طريق لجان تنسيق ومكاتب تنسيق. هل لا تزال يعني هذه المكاتب. هل قل عدد الطلاب أم ما زال نرسل سوية. مع بعض الانفراج ببعض المحافظات. حتى تاريخه ما زال موجود. وفي عنا مكتبين تنسيق. مكتب لجامعة حلاب. وفي عنا مكتب تنسيق لجامعة الفرار. والمكتبين موجودين. وعم تتقدم لهم كل التسهيلات. نعم. وطبعا نحن أي وسيقة بتجي عن طريق مكتب التنسيق. بيكون مخدومي بخاتم رئيس مكتب التنسيق. وتوقيعه عن ما اعتمدى. عشان نيسر أمور الطلاب. وما نترك عندهم أي عقبي تقيق دراستهم. يعني هاي اللجان أو المراكز مكاتب التنسيق. كان فيه يعترضون للطلاب بشكلة المواد المتماثلة. حلت هاي المسألة أنه صار بيقدروا يقدموا كل موادهم بجامعة تشريم؟ الآن بالنسبة للاختصاصات المتماثلة فموادها متماسلة. الاختصاصات المتماثلة. أو غير المتماثلة. لكن الغير المتماثلة أيام زمان أول الأزمي كانوا يبعثوا الأسئلة من جامعاتهم. تجينا الأسئلة بظرف مختوم. ويجي حدا من دكاترة الجامعة تبعهم. ويوقع قبل الامتحانات بفترة قصيرة. تنفتح الأسئلة تتصور وتتوزع. طبعا كنا نفرد لهم قاعات خاصة ألون أو مدرجات خاصة. مشان يكون مثلا عندي هاي القاعة لطلاب جامعة حلب. هاي القاعة لطلاب جامعة الفرات. توزع عليه الأسئلة بشكل طبيعي ونظامي. لكن فيما بعد بطلوا يبعثوا أسئلة. صار فقط الطالب لاختصاصه موجود أنه هو. يعني عم يحضر هون. برض ضبط. طب في حالة بموضوع شؤون طلاب. مثلا طالب عم يقدم مادة مثل ما قلنا علامته العملي قديمة. كل هذا أنتوا بتكونوا على الطلاع يعني. بقدر هو يعرف أو يعني الدكتور أو حتى شؤون طلاب. إنه هذا عنده مادة عملي مقدمة مثلا بجامعة حلب. تضاف إلى مادته يعني. طبعا. هاي العلامة بتصدر النتائج بتنبيع نتائج الطلاب المستضافين. بتنبيع قوائم اسمية مع العلامات إلى مكتب التنسيق. مكتب التنسيق وبيرسلها لجامعته. نعم. طيب نحن أيضا بالنسبة لهذا الموسم يعني الامتحانات. نقدر نقول الآن يعني يسير بشكل ما في أي ملاحظة. ما في أي مشكلة. الامتحانات جيدة. ونحن عم نقوم بشكل يومي بجولات امتحانية. مع السيد نائب رئيس جامعة الشهور الإداري والطلاب. وإدارة الجامعة سيد رئيس جامعة أحيانا أيضا أيضا له جولات. السادي نواب رؤساء الجامعة أيضا موزعين على كل الكليات. حتى تاريخه الامتحانات جيدة وما تصير بشكل جيد. والأمور ميسرة وما في معاناة. إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن بنعرف أن الجامعة يعني دائما الامتحانات تأتي بفصلين. يعني في عز الشتاء وعز الشوب. مبعد لأي حد كمان هيك بتأمنوا هاي الأجواء اللي يعني الطالب. يعني منعرف أن الجامعة عندها مولداتها وكهربتها الخاصة فيها. فإلى أي حد ممكن شوي يعني هالعوامل التقص أن تكون ميسرة في فترة الانتحانات. طبعا في الكليات الحديثة فيها تكييف. تكييف عم يشتغل بالكليات الحديثة. في بعض الكليات القديمة فيها عم يجيبوا مراوح عم يحطوا برادات تكييف. لكن ما فينون يغطوا دفع وهدي كل الجامعة. الجامعة مدينية. طبعا. مدى وقت وكل الأمور عم يتيسر شوي شوي. ما أن تنتهي امتحانات لطلاب الجامعة العادية حتى تبدأ أيضا امتحانات التعليم المفتوح. وحضرتك يعني الأمين المساعدة أيضا لشؤون الطلاب والتعليم المفتوح. أيضا بتم من الآن تهيئة التعليم المفتوح. يعني أنتم ممكن تنتظروا لخلاص التعليم العادي بتبدأوا بالمفتوح. طبعا حاليا كل الأمور التعليم المفتوح عن وضع البرامج الامتحانين وضعت طبعا بتموضع البرامج الامتحاني للتعليم المفتوح مع بداية العام الدراسي. مشان الطالب بيعرف شو المواد اللي يبدو قدمها. يعني نحنا من نزله على موقع الجامعة للبرامج الامتحانية مع بداية كل فصل دراسي. بيعرف الطالب إي متى موعد المقرر وإي متى امتحانه. وعلى هذا الأساس حاليا البرامج أيضا وضعت في الكليات ويبدأ الامتحان في 17 أو 16 سبع تبدأ البرامج يعني مجرد تعليبا ما ينتهي نبدأ من هنا لا في بعض الكليات بتكون الساعة تعمل امتحانات نبدأ بالتعليم المفتوح لكن الكليات اللي فيها برامج تعليم مفتوح بيخلص امتحانا قبل بيومين من بدء امتحان التعليم نعم هنه أربع كليات وعنها تسع برامج لأنه بكلية الاقتصاد أربع برامج لأنه بكلية الأداب برنامجين لأنه بكلية التربية برنامجين لأنه بكلية الحقوق برنامج يمتحن طلاب بنفس الكليات بنفس الكليات لا يوجد داعي تحتاج إلى نفس الكلية ونفس الدكاترة ونفس الموظفين أدي تقريبا أعداد طلاب التعليم المفتوح أعداد طلاب التعليم المفتوح آخر أحصائي 23.929 طالب أعداد كبير كمان بهالتسع اختصاصات والتي شكلت رديف للتعليم طبعا رديف للتعليم العام والجامعة وأيضا موارد اقتصادية للجامعة موارد ذاتية بتحسن وضع الجامعة بتحسن من تأمن دخل جديد تحسين الوضع التعليمي بالجامعة نعم بالنسبة للتنتيج نحن صدور النتائج طلابنا تقدمهم بعض المواد المؤتمة سرعان ما تصدر فيها النتائج وهي ميزة سواء للطالب أو حتى للتخفيف العبء الإداري عندكم هلأ نحن في فصل دراسي تاني الطالب بدي يبين معه تماما هو انتقل ولا لا ممكن يكون في دورة إضافية تالتة إلى أي حد فعلا أنه هنا ضغط شوي على حتى الأساس المقرارات بأنه السرعة في التنتيج وبالتالي انتوا كشؤون طلاب كيف تكون هلأ هاي الحالة بالامتحانات لإصدار النتائج طبعا في متابعة ميدانية ومباشرة من قبل إدارة الجامعة على صدور النتائج لأنه الطالب مفروض يعرف نتيجته قبل مجيء الدورة بوقت لشان يتمكن من دراسته ويعرف شو بده يقدم له الدورة أو ما بده يقدمه وين عنده نقص وين عنده صغرى وهو المدرس معه مثل ما حكينا معه شهر بالقانون أنه يقدم مادته لكن بالنسبة للأسئلة المؤتمة خلال أسبوع أحيانا من التصدر أو أكتر أو أقل حسب الحال يعني وهي عم تتصحح على أجهز التصحيح مؤتمتي والسيد رئيس الجامعة وجه من فترة عشان تسهيل تسهيل العمال والإسراع بإصدار النتائج وجه بأنه يكون في مخبر في مركز الشهيد باسل الأسد للحاسبات الإلكترونية تتجمع كل المصححات الآلية فيه بجو مناسب وسرعة الإصدار النتائج نعم في حال يعني وجود بعض الأخطاء نحن بنعرف أو إذا مرح نقول أخطاء يعني ممكن طالب يعترض فيه قانون خاص بموضوع الاعتراض على العلامات أو على النتائج كيف بإمكانه الطالب إما يعترض أو حتى إذا المادة شاكك بمعدله أو بنتيجته أنه هو يطلع ويعيد النظر فيها هذا الموضوع بيحكمه قانون في فترة لتقديم الاعتراضات الطالب إذا شاف نتيجته غير دقيقة بيقدم طلب اعتراض للكلية بيحد ومدي لدراسة الاطراضات طبعا الاطراضات بتكون دراستها إذا في فقرة غير مصححة يعاد تصحح إذا فقرة غير مصححة تصحح وإذا خطأ في جمع العلامات يعاد جمع العلامات لكن إعادة تصحيح سؤال مصحح هذا مخالف للقانون إذا فقط فقرة غير مصححة طبعا بس دكتور المادي هو اللي بيشوفها يعني الطالب لا يحق له دكتور المادي مع وجود ممثل الطلاب مع وجود ممثل من الكلية تمام يعني أما طبعا طالب ما بيحق له يطلع على دفتره هلأ أيام زمان كانوا يجاوزوا ويقعد طالب جنب المدرس لكن هذا ما نو صحيح يعني شيء ما نو دقيق لأنه أنت ما فيك تشككي بنزاهة المدرس لأنه المدرس مؤتمن على عدد كبير من الطلاب ما فينا نشكك بنزاهته لكن في فقرة غير مصححة تصحة إذن فقرة غير مصححة تصحة وجمع العلامات وإعادة جمع العلامات وليس إعادة تصحيح وليس إعادة تصحيح مخالف للقانون وبتصدف حالات أنه يكون في سؤال مثلا أو أما أنه يرجع يعدل علامة بناء هذه صار اسم تزوير هذا تجاوز لقانون طبعا صار اسم تزوير إذن أيضا يحق الاعتراض للطالب هو ممكن يأخذ حقه بهذا المجال أو يكون في خطأ ما مثلا أنه من ضافة علامة العملي ممكن يكون فيها أخطأ هذه بتم مراجعة الكلية فيها بيراجع الطلاب الكلية يعني علامة النظرية بتكون موجودة إذا شك بالموضوع بيراجع كلية وأنا علامتي بالعمل ما في داعي يعني يقدم اعتراض بهذا يقدم اعتراض بيراجع إذا يعني ما ردوا لي وعلى الغالب ما في طالب بيروح لعند على كلية أو على مكتب ما بيخلى الأمر في موظفين ما بيكونوا سلبيين أحيانا بيتصرفاتهم لكن بالإطار العام ما في طالب بيدق باب مكتب إلا بينسمع له إذا بتتذكري العام الماضي كنا هون وكان الدكتور هاني ودخ نائب رئيس الجامعة وكنت أنا معون وكان الدكتور صديت وأحد الطالبات اتصلت وقالت أنه أمير الدولي وقال للدكتور نائب رئيس الجامعة أنا بكرة الصبح الساعة سأنا طريق بالمكتب وحتى اليوم ما أجلت آه ما أجل حتى اليوم ما أجل ومعروف أنه حضراتكم متواجدين لشؤون الطلاب هذا الموضوع أنا متابع لكم حتى اليوم ما أجلت الطلاب نعم شو هي الصعوبات اللي ممكن تواجهكم بهذا المجال يعني من طلاب أو ممكن طالما الأمور بيسر أو أنتم موجودين وكادر الجامعة يعني كادر زو خبرة يعني كبيرة بهذا المجال شو هي المشكلات أو الصعوبات اللي قد تعترض عملكم هذا نحن كل الأمور أنا بشوف كل الأمور ميسرة إدارة الجامعة عم تيسر الأمور يعني أنا عم أخضر اجتماعات مجلس الجامعة قبل بفترة طويلة يعني السيد رئيس الجامعة وجه كل عمداء الكليات بالتحضيرات للامتحانات وأي عقبي بتوقف بطريقكم جاهزين لحلها يعني أنا ما بشوف عقبي ما ممكن تنحل نعم كل الوسائل اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية متوفرة يعني أحيانا بيكون فرضا نقص بكادر المراقبة فرضا كليه مثل كلية الأداب أعضاء طلاب كبيري يعني أحيانا ما في بالكلية لموظفين الكفوا لهذا الموضوع لكن ضمن اجتماع مجلس الجامعة وجه السيد رئيس الجامعة للكليات الثاني الفي طلاب دراسات عليا يستعينوا فيها ويغطوا النقص الحاصل يعني فيه تعاون بهذا الموضوع تمام يعني هو حتى الإداريين يعني يتم استعانة فيهم كلهم عميشاركم إداريين أعضاءها هي تدريسية أعضاءها هي فنية طلاب دراسات عليا كلهم مشارك طالما يعني بقانون الجامعة يوجد لكل بند قانون يعني يحكو وناظم أيضا موضوع الغش الامتحاني يعني آسفين أنه نحن لكن هي حالة ممكن أن توجد في الامتحان لكن أيضا تحكمها حالات وقوانين يعني ما في شيء أنه واحد كيفي أو بمزاج كيف تضبط هذه العملية في الامتحانات طبعا في قانون بيحدد الشغب الامتحاني شو هقوبته القصاص الورقي شو هقوبته البلوتوس شو هقوبته كل شيء العقوبي محدد وتؤخذ تدابير تؤخذ تدابير فورا لأنه مجرد من ضبطت حالة الغش بالكلية فورا بيكتبوا الضبط الامتحاني بيوقع لرئيس القاع عميسر القاع المراقبين الموجودين ويرفع بنفس اليوم إلى إدارة الكلية إدارة الكلية النائب الإداري بالكلية بيعمل تحقيق مع الطالب برفعه لإدارة الجامعة يروح على لجنة الانضباط لجنة الانضباط بتاخذ العقوبة المناسبة طبعا بعد صدور قرار لجنة الانضباط خلال مدة محددية حق للطالب بتقديم طلب تظلم إذا كان إلو حق نعم في بعض الطلاب اللي عم بيكونوا محرومين مثلا عندهم سبب الغش الامتحاني لما بتطلع دورة مثلا منحة دورة إضافية أو يعني للمستنفذين هل يستفيد الطالب المحروم من هذه المنحة؟ هل المرسوم اللي بيصدر بالدورة الإضافية هو بيحدد آه إذا بيستفيدوا طبعا يورد بند خاص بالضبط يورد بند بالمرسوم بالتعليمات التنفيذية لأنه أي مرسوم بيصدر طبعا دائما تصدر الوزارة فيما بعد تعليمات التنفيذية للمرسوم التعليمات التنفيذية هي اللي بتحدد مين بيحق له يتقدم ومين ما بيحق له يتقدم إذا الجامعة خلية نحل يعني طبعا والحياة هي على مدار العام نحن منقل صح في مواسم لكن هي ذروة يعني كذروة أولى مثلا الفصل الأول هل أنتم مجرد ما تخلصوا الامتحانات مع التعليم مفتوح دا تبدأ بقى المفاضلة وهذا أيضا يعني أكبر يعني أكبر ذروة تصل إليها الجامعة بين حيث العمل والتهيئ لهذا الموسم الصعب الحقيقة أو بأكتر من مرحلة لكن بالتوازي أيضا نحن بنعرف السكن الجامعي هو الوجه الآخر للعملية التعليمية المدينة الجامعية بتظل مستمرة طيلة المدينة الجامعية مستمرة وفي الطلاب اللي يبدن يستمروا بالسكن بالصيف بيقدموا طلبات استمرارية بالصيف أيضا نحن لدينا في كل عام معسكرات انتاجية لبعض الكليات اللي هي المعسكر الانتاجي من ضمن الخطة الدرسية تبعا فهدون أيضا بيسكنوا ضمن المدينة الجامعية بفترة الصيف إضافة لذلك أيضا طلاب التعليم المفتوح اللي من خارج المحافظة واللي ظروفهم صعبية بيتقدموا بطلابات سكن ضمن فترة الامتحان عمسكر سكن مؤقت أيضا يعني هلأ كتير طلاب أنه ممكن يعني مثلا يخلصوا يكون عندهم إذا صار دورة إضافية بيحتفظوا بيحقهم بالغرفة بيحتفظوا بيحقهم إذا كانوا ساكني سابقا إيه طبعا وإذا كان قلون وضع أيضا اجتماعي صعب وسكاني أيضا يعني إذا صار دورة تالتة بيطم النظر بوضعهم إذا صار دورة تالتة بيضل الطالب بيستمر الطالب الموجود بيستمر بيقدم طلب هلأ فيها الفترة طلاب عم يقدموا طلبات استمرارية اللي بدن يستمروا بفترة الصيف هلأ ممكن يكون عندي طالب فرضا من محافظة بعيدي ما بيروح صعب يروح عند أهله وبيقدم طلب استمراري المعسكرات الانتاجية خاصة للكليات العلمية شو هي ممكن تضيف وتقدم لطالبنا وإلى أي حد هي ممكن بتشكل يعني حالة إدارية خاصة للجامع على دراسة مين هن الطلاب اللي بيحقلوني يكونوا بالمعسكرات هل هو كيفي اختياري المعسكرات الانتاجية من ضمن الخطة الدرسية طالب المعسكر الانتاجي هو مادي من ضمن مواده بالخطة الدرسية إذا ما أدى المعسكر الرسب بيمقرروا على سبيل مثال كلية الزراعة من ضمن الخطة الدرسية أيضا بيروحوا زيارات على الحقول وبيشتغلوا ضمن اختصاصهم أيضا عندنا طلاب كلية التمريد عملوا ضمن المشافي يعني ضمن المشافي وفي مجال اختصاصهم يعني تستاجات هي عمل يعني دراسة نظامية دراسة نظامية وإسراء يعني إسراء وما بس الطالب بيحس حاله وأنه في شيء في جانب اجتماعي في جانب ثقافي عم تصير ندوات مسائية محاضرات ثقافية تواصل بين الإدارة والطلاب عم يصير محاضرات كثيرة من خارج صحية كثير إلى أبعاد يعني طبعا هي لا تدخل ضمن النتائج أو العلامات هي مقرر مقرر ضمن خطة درسية يعني الطالب المبيعمل المعسكر رسب بمادته أه إذن هي مادة تعتبر مقرر نعم حتى إذا تخرجوا معامل معسكر لازم يكون هذا غير المعسكرات العادية تماما هذه المعسكرات العادية تم إلغاءها والطلاب اللي كان عندهم معسكرات وتخرجوا وخرجوا بس مو كل الكليات عندهم معسكرات إنتاجية فقط العلمية مثل الزراعة بجوز الطب لا الطب قدموا طلب إلغاء ولغوا لهم إياه من زمن لأنهم عندهم إستاجات أيضا الأسنان له والسنهاية كلية العمارة له أيضا لكن في كليات ما فينا تلغي إلا بتعديل الخطة الدرسية مع أنه يعني هو حالة حلوة خاصة جوز لكل المعظم الفرور في نشاطات ثقافية ورياضية كثير عم تصير وعم يشاركوا فيها الطلاب وسهرات مسائية وعم يجيبوا محاضرين من خارج الجامعة أيضا يعملوا محاضرات كثير جيدة السنة السادسلة طلاب كليات الطب البشري كيف بخصوصية هذا الامتحان اللي هو الامتحان النهائي اللي بأنه بدي تخرج الطالب يعني كطالب كليا الطب اللي بعدين يتم المفاضلة على اختصاص اللي بدي يدرسه خصوصية هذا الامتحان لطلاب السنة السادسة الامتحان لطالب السنة الأخيرة هو الأساس يعني مشروع تخرج عملي طالب بالسنوات والأخيرة نحن بنعرف كل شغله بالمشافي بالعمل بالمقابر طالب ما يعني إذا ما قد مشروع تخرجه بشكل جيد كيف إذا هو مشروع تخرج أكثر منه أنه هو امتحان هو ليس تحريري ما بالضرورة يكون تحريري يعني أنا فقط ما بس أنه الطالب بده يقرأ هالكتاب ويحفظه كمان بده أدي امتحانه العملي طبعا يكون في تطابق بين العملي يعني هو نصه مقابلة ونصه يعني أنا أنا كطالب إذا هالشي اللي عم أدرسه نظري إذا ما طبقته عملي بالمشفى وعلى الجهاز وعلى المريض ما بكون حققت الشي المرجوع نفس الشي ممكن لطلاب طب الأسنان يعني هنا كمان نعرف نفسه في سنة الرابعة والخامسة العملي هو الجزء الأهم من عملهم إلى أي حد هي تتوفر لهم العيادات وإحدى مشكلات طب الأسنان هو عدم وجود مرضى مثلا ليش ما بيكون مثل كلية الطب أنه يكون في مثل المشفى مشفى تشرين أنه الطالب يروح يلاقي الحالات موجودة وهو يتدرب عليها هلا نحنا ما منشوف طب الأسنان يعني ما منشوف المرضى تروح على المشافي بيكون قليل يروحتهم زائد أنه متوفر كراسي طب الأسنان متوفرة بكلية طب الأسنان هذا الموضوع يتوقف على نشاط الطالب أنه يجيب مريض يستقطب مريض ويجيبه وينشطه يشجعه أنه يجي ويروح بقدر ما بيهتم الطالب المريض بقدر ما الطالب يتواصل معه صحيح الأول المقصود أنه يعني يكون في عيادات مثل مثل ما شفى تشرين كلية فيها عيادات كلية طب الأسنان فيها مقابر وفيها عيادات متوفرة كل شيء بالكلية لأن يعني جامعة تشرين وعدت أيضا بأنه يوجد قسم لعيادات طب الأسنان مجاني يعني يقدم كمتدربين للأطباء وأيضا للمواطنين للخبرة العملية كلها مجانية لكن الشيء يدفعه المريض هو الأشياء التي تأتي من المخابر من خارج الجامعة نعم يعني نحن تقريبا مرينا على كل شؤون الامتحانات ويعني وما بعد الامتحان ما بعرف إذا فيه شيء يعني حضرتك تحب نوجه فيه طلابنا وطالما تصير العملية الامتحانية يعني بيسر وبكل وفق ما هو مرسوم لها ووفق القوانين وهذا إن دل على شيء يدل على عراقة جامعاتنا بدائما تطبيق كل مرحلة على القوانين النازمة دائما والتي تؤدي بالعملية الامتحانية وعملية يعني كل مستلزمات التعليم العالي أن تكونوا فقطور محددة تقريبا لا يشوبة شائبة يعني فيه ظروف عادية وهي ممكن تحصل بأي جامعات شو بتحكي لنا حضرتك عن هذا الجانب وخاصة عفواني بس بدي أنه اليوم حتى بقياس جودة الجامعات الامتحانات هي مؤشر كتير مهم نحن نوجه طلابنا يهتموا بدراستهم وما مطلوب شيء منهم أكتر من دراستهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وما مبرر موظف ولا دكتور ولا بناء لو لا الطالب الطالب هو الأساس يعني نحن إذا بدنا ننتج طالب جيد ومتفوق يجب أن يتعاون الطالب مع أستاذه ومع جامعته وبالمقابل أيضا الجامعة تأمن الاهتمام اللازم لإنجاح هذا الطالب نعم ونقول لهم كلهم أنتم بخير وإن شاء الله من تحانات جيدة إن شاء الله طالما الجامعة موجودة وهذه القوانين الكادر التدريسي الكادر الإداري ما بيغعد طالب غير بقى أنه يلتزم هو يلتزم ويهتم بدراسته ويتعب على حاله يعني يقولي كل المجتهد نصيب وهي يعني المرحلة العليا اسمه تعليم عالي بضبط فيه الطالب فعلا يخرج من الأطر التقليدية اللي يكون هو طالب باحث أنا في عندي ملاحظة دائما بتمنى من أبناء من الطلاب يفكروا فيي شوي أحيانا طالب بيدخل على كليته بيطلع من الأوائل وبيتخرج ما بيعرفوا الأستاذ طالب المتابع مين أحيانا الشكاوي من نشوفه دائما من الطلاب غير المتابعين لذلك بنتمنى من الطلاب المقصرين شوي يقتدوا بزملائهم المتابعين والكل يكونوا بمستوجه هو معظم الملاحظات الحياة في يعني البعض هيك أنا لما عرفوا أنه حلقتنا اليوم عن الجامعة مثلا معظمهم بيكونوا هن يعني يعني عزرا بجوز ما بحضر كثير بيقول لك الأستاذ ما هصلح اللي بيقول لك أنا بخربة أنه مأتمت ما مأتمت بيكون هو ما بيطلع على القوانين في منهم فعلا ما عم بيطلعوا حتى على النظام الداخلي فنحن الطالب الجامعي مطلوب منه أنه ليس فقط طالب مدرسة هو طالب واعي ويطلع على قوانين الجامعة نحن على كل نتشكرك أستاذ إبراهيم الصوى الأمين المساعد لشؤون طلاب والتعليم المفتوحي جامعة تشرين نتشكرك على حضورك والإجابة على يعني كل هذه الأسئلة ودائما نحن نعتبر محطة للإضاءة على سير عمل هذه المؤسسة العلمية الكبرى جامعة تشرين من كبريات الجامعات السورية واللي هي فعلا 147 ألف طالب الآن يعني أعداد كتير كبيرة وجهود كبيرة دائما نفزلها نحن نحب بكل محطة من حياة هذه الجامعة أن نضيء عليها لأن عبر عمرها نحن لما نحكي عن الإعمار ومنحكي عن التنمية في بلدنا الجامعات هي الركيزة الأولى لهذا البناء والإعمار شكرا لكم كل عام وانتوا بألف خير إن شاء الله ونحن جاهزين لأي استضاع في كل الأوقات شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم وكل شكر لكم مشاهدينا دائما في كل العمل في ميدان في موقع للإنجاز إن شاء الله جميعا منكون عم نعمرها إلى اللقاء